الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وأهلا وسهلا بكم في النشاطات التمهيدية للكتابة الوظيفية بالأمس تدربنا على عدد من النشاطات التمهيدية وبعض هذه النشاطات كان يحتوي على مجموعة من الفقرات أخذنا جزءا منها بالأمس واليوم سوف نستكمل الجزء المتبقي أهلا وسهلا بكم وإلى النشاطات النشاط الثاني بالأمس أخذنا منه فقرتين ألف وباء واليوم نأخذ الفقرة جيم ودال بالإضافة إلى التدريب الثالث ونظرا لارتباط درسنا اليوم بدرس الأمس فضلت أن أبقي شرائح الأمس لنستعرضها سريعا دون التوقف عندها ولكن نستعرضها على الشاشة أمامكم لاحظوا هذه الأهداف الوحدة القرائية أو الكفاية القرائية وهذه الأهداف التي استعرضنا بالأمس وحاولنا أن نطبق عليها اليوم في إضافة هدف ثالث وهو أن يكون الطالب قادرا على تحليل البنية الفنية لأنواع مختلفة من الفنون الكتابية بل إضافة إلى الهدفين السابقين سوف نتدرب عليهما من خلال التدريبات التي سوف نستعرضها الآن لاحظوا هنا الفقرة جيم عفوا هذا النشاط الأول سوف نستعرضه سريعا هذه الإجراءات التي قلت لكم بالأمس إنها إجراءات ذهبية ينبغي الاستفادة منها وهنا الفقرة باء وكان لدينا هذا المقال نستعرضه على عجالة هنا في الفقرة جيم في الفقرة جيم يقول خطط لأساليب عرض مبتكرة للتعبير عن إحدى الأفكار الآتية أفضلية الزواج المبكر وهنا فكرة أخرى يمكن للطلاب أن يرتقوا بمستوى مدرستهم وهنا فكرة ثالثة يقول تناقض أقوال بعض أفراد المجتمع مع أفعالهم وهنا يقول يمكن عرض فكرة أخرى وأعطانا هذا الجدول لاحظوا هذا الجدول أعطانا أساليب عرض وهنا أعطانا نصوص مقترحة هنا أسلوب العرض أعطانا قصة متخيلة وبأن المسألة خيال فالخيال أمره سهل والناس في قدراتهم يتفاوتون في الخيال فبلا شك أن من بينكم الآن من لديه أشياء كثيرة في مخيلته عن القصص المتخيلة إذن القصص المتخيلة لا نستطيع أن نحصرها في عدد معين هنا نأخذ مثال لنص مقترح لقصة متخيلة هذا النص يقول اختراع رجل آلي يؤدي مهام المحاسبة في المحلات التجارية هل رأيتم رجلا آليا يستلم الفلوس النقدية ويضعها في الدرج ويقفل الدرج ويتعامل مع الزبائن الأمر ليس مستحيلا قد يحصل هذا قد يحصل في المستقبل فالآلة أصبحت تخدم الإنسان في مجالات كثيرة الربوطات الآن أصبحت تستعمل في مجالات دقيقة قد لا يستطيع أن تتحقق بواسطة الإنسان ولدينا مثال آخر مثال من الواقع سلوب العرض مثال من الواقع الواقع فيه أشياء كثيرة فيه أشياء مثيرة فيه أشياء إيجابية فيه أشياء سلبية لعل من هذه الأشياء التي في الواقع الحالي هو جهود المملكة في التعليم عن بعد فهي تعدل أكثر جاهزية وتقدما فالمملكة ولله الحمد حققت تقدما هائلا على مستوى العالم في مجال التعليم عن بعد هنا استعارة أو سلوب العرض استعارة أو تشبيه أو حالة مقارنة وفي مجال الاستعارة يبرز الشعر عادة فالاستعارة عادة في الشعر أبلغ منها في النثر لدينا هذا البيت الإلية أبو ماضي يقول والبحر سألته فتضاحكت أمواجه من صوت المتقطع إذن سألته البحر سألته فتضاحكت هنا الاستعارة مقولات محكمة الصياغة هذا أسلوب عرض إذن النص المقترح هنا المقولات كثيرة لعل من أمثلتها هذه العبارة التعلم لا يتقيد بمرحلة عمرية معينة علما أننا نشاهد ونعايش خلاف الواقع البعض من من تقدمت بهم السن يعزف عن تعلم الأشياء الجديدة وهذا خطأ فالتعلم ليس له مرحلة عمرية معينة بإمكان الإنسان مدام قادرا على العطاء والأخذ والرد والتعامل مع الناس أن يتعلم أشياء جديدة في حياته وأن يكون مواكبا لمستجدات عصره ولا ينعزل عنها هذا ما يخص الفقرة جيم هنا في الفقرة دال يقول تختلف الألفاظ الجاذبة ذات التأثير العاطفي بحسب الموضوع حاول أن تسرد أكبر قدر ممكن من الألفاظ المؤثرة في الموضوعات التالية هنا أعطانا الحوادث المرورية الحوادث المرورية وأعطانا هذه الألفاظ المؤثرة وأعتقد أن هذا المجال لو سردنا أو سقصينا الألفاظ المؤثرة في هذا المجال لوجدنا الكثير من الألفاظ التي تضيق عنها مساحة العرض من الألفاظ المؤثرة الدمار الهلاك وأنا أعتقد أن كل واحد الآن في مخيلته أشياء عن الحوادث المرورية مناظر الشنيعة حوادث دمار أشياء كثيرة السرعة الجنونية الاستهتار بالأرواح الحوادث الشنيعة الصور المروعة الكوارث قلب الأم ضياع الأسرة لعلنا أن نضيف بعض الأمثلة تلف الممتلكات الإعاقات الخسائر البشرية والمادية هذه أمثلة والقائمة تطول وهنا أعطانا الحث على حفظ القرآن الكريم وهنا أقول هنيئا لكم معاشر الحفظة حفظ القرآن الكريم سنجد من الألفاظ المؤثرة الكثير والكثير لاحظوا هنا اكتساب الأجر ثروة لغوية استقامة اللسان الشعور بالمسؤولية الإطمئنان الوقار الشفاعة أشياء كثيرة كثيرة جدا أن أو تتوارد إلى الذهن عندما يمر مجال حفظ القرآن الكريم ترشيد استهلاك المياه وهذه القضية التي تشغل العالم بالكامل تشغل كل الناس لعل من هذه الألفاظ المؤثرة أن الماء نعمة استشعار الآية الكريمة وَجَعَلْنَ مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ استشعار الحديث الشريف لا تشرف في الماء ولو كنت على شاطئ نهر جار كذلك العطش من الألفاظ المؤثرة الهلاك انقطاع الماء منظر الناس وهم يبحثون عن الماء عندما ينقطع الماء أشياء كثيرة ممكن أن تصاغ بتعبير مؤثرة المواطنة الصالحة من هذه الألفاظ المؤثرة الانتماء حب الوطن الولاء لقادته المحافظة على مكتسباته العطاء الوفاء الدفاع عن الوطن احترام الأنظمة المساهمة في خدمة الوطن وخدمة المجتمع كل حسب قدرته وحسب إمكاناته وهنا ننتقل إلى هذا التدريب الذي هو في الأصل واجب منزلي أو نشاط منزلي يقول معرفتك بالعناصر والمكونات الفنية لموضوعك تساعدك على إتقان الكتابة فيه حاول أن تحدد العناصر الفنية لكل مما يلي القصة القصة المقال الرسالة الإعلانات إذن لا يمكن أن يأتي الكاتب بطريقة عشوائية ويكتب قصة أدابية بمعايير القصة المتعارف عليها في هذا العصر قد يكتب قصة كاتب لديه موهبة ولكن لا يعرف معايير القصة الحديثة لن يستطيع كتابة قصة حديثة وإن كتب لن يستطيع أن يكتب وفق معايير القصة المقال كذلك هناك عناصر للمقال إذن ينبغي لمن يريد الكتابة في أي فن من الفنون الكتابية أن يتعرف على عناصر هذا الفن أولا كذلك لدينا الرسالة مع أن كتابة الرسالة لا تتطلب الموهبة ولكن تتطلب معرفة هيكل الرسالة وعناصر الرسالة كذلك الإعلانات التجارية فهي فن حديث يحتاج إلى معرفة إلى معرفة عناصره والتعامل مع هذه العناصر باحترافية إذن قبل الشروع في كتابة الفن لا بد من معرفة عناصر هذا الفن ولو أخذنا على سبيل المثال المقال من أبسط عناصر الموضوعات الكتابية عناصر المقال فهي مقدمة عرض وخاتمة علما أن المقال يتطلب الإبداع لو أردنا أن نكتب مقالا مثلا قبل كل شيء الموضوع ما الموضوع الذي نريد أن نكتب فيه اختيار العنوان كيف نختار العنوان لدينا معايير معينة لاختيار العنوان إذن اخترنا الموضوع واخترنا العنوان وفق المعايير المتعارف عليها في كتابة المقال نذهب إلى المقدمة وهي العنصر الأول من عناصر المقال إذن في المقدمة نجزئ المقدمة إلى عدد من العناصر نكتب عددا من العناصر في المقدمة الأشياء عن التشويق أشياء لربط المقدمة في صلب الموضوع إلى آخر نأتي إلى العرض أو عنصر العرض كذلك هذا العنصر نكتب الأفكار التي سنعرضها ونفصل هذه الأفكار التي في العرض نأتي إلى الخاتمة كذلك نفصل في عناصر الخاتمة بعد ذلك نأتي إلى التحرير نحرر المقال ونربط بين هذه العناصر إذن لابد أن نعرف عناصر الفن الأدبي قبل أن نشرع في الكتابة فيه ونربط العناصر هنا أشرت إلى هذه الأشياء لتساعدكم في كتابة هذا الواجب المنزلي وكل أمل فيكم أن تجربوا أقلامكم وأن تجربوا الكتابة فأنا على يقين أن هناك الكثير من الطلاب والطالبات الذين لديهم مواهب عظيمة في مجال الكتابة لا تقتلوا مواهبكم بل تجربوا أقلامكم في الكتابة فقد تكون هناك مواهب لم تعلموا عنها ولكنها ستظهر في الكتابة وإلى هنا ينتهي درسنا لهذا اليوم أستودعكم الله وإلى اللقاء